السلام عليكم درس اليوم هو الباي ما هو هذا الثابت؟ من أين جاء هذا الثابت؟ في فيديو سابق ذكرت أن الباي عدد غير نسبي أو الراشن النمبر حبذا لو رجعت لهذاك الفيديو قبل أن تبدأ هذا الفيديو قبل أن أبدأ بتعريف الباي عندي ثلاث مصطلحات لازم أشرحهم المصطلح الأول ما هو مركز الدائرة مركز الدائرة هي النقطة في منتصف الدائرة بحيث أنه أي نقطة على سطح الدائرة تبعث نفس المسافة إن شاء الله في فيديو قادم سنسمي هذه المسافة نصف القطر الآن ما هو محيط الدائرة؟ محيط الدائرة هي المسافة التي تحصر الدائرة يعني طول هذا نسميه محيط الدائرة ما هو قطر الدائرة؟ قطر الدائرة هو أي مسافة بين أي نقطتين على الدائرة نفسها افترض عندي دائرة بحيث أنه محيطها C1 وقطرها D1 كمان عندي دائرة أخرى ولاحظنا الدائرة الثانية أكبر من الدائرة الأولى بحيث أن محيطها C2 وقطرها D2 الآن لو افترض أني قسمت للدائرة الأولى محيطها تقسيم قطرها المحيط تقسيم القطر يعني C1 تقسيم D2 D1 وبالنسبة للدائرة الثانية الأكبر قسمت محيطها التي هي C2 على قطرها التي هي D2 رح ألاحظ أن الجواب الأول بعد القسمة التي هي C1 تقسيم D1 والجواب الثاني بعد القسمة التي هي C2 تقسيم D2 متساويين أنا هنا لا أقول C1 يساوي C2 وD1 يساوي D2 وإنما ناتج القسمة C1 تقسيم D1 يساوي C2 تقسيم D2 مهما كان كبر أو صغر الدائرة دائما النسبة بين محيط الدائرة وقطرها متساوي وهذا يساوي عدد ثابت اللي هو 3.14 15 9 إلى المالة النهاية لأنه البي عدد غير نسبي وهذا هو البي إذن البي هو عبارة عن تقسيم محيط الدائرة تقسيم قطرها مهما كان كبر أو صغر هذه الدائرة وهو ثابت دائما ترجمة نانسي قنقر